موسيقى تحركنا هو جزء من التحركات اللي قمنا بها منذ أشهر ضد قيس سعيد وضد الانقلاب الاستفتاء قيس سعيد ليس سوى حلقة باهتة وحلقة فاشلة أخرى من حلقات الانقلاب نحن لا نتحرك ضد هذا الاستفتاء المخادع نتحرك ضد الانقلاب برمته اعتبرناه انقلاب من 25 جولي الماضي موسيقى لأنه قدم للناس دستور ردي احنا اليوم ضده احنا ضده من قبل ضد اجراءات 25 جولي ضد الانقلاب على دستور 2014 احنا هوني باش نقوله احنا متمسكين بدستور 2014 متمسكين بدستور البلاد ونعتبر ان الدستور 2014 هو الدستور الشرعي والوحيد للشعب التونسي البارح واليوم وغدوة تبلل السفتاء وبعد الاستفتاء ما هي الا حلقات انقلابية ونحن في حلقات مقاومة فماش قانون في البلاد تونس خرجت من منطق دولة القانون ما عندش فم حتى صراع قانوني فم شخص بهالوسات واستحوذ على السلطة وتمكن من كل السلطات واليوم احنا ضده ونقاومه فيه المقاومة السياسية لا علاقة لها بالقانون القانون خربوا قيسي سعيد خرب الدستور خرب المنظومة القانونية استحوذ على السلطة التشريعية استحوذ على كل السلطات عن اي قانون نتحدث من ذلك فم قانونه في البلاد هو احنا في عمق الدكتاتورية حكم الفرد والاستبداد بالسلطة والاستبداد بالرأي والاستبداد بالقرار الى درجة انه حب يعمل يعمل للشعب دستور بيمفرده بإرادته الوحيدة يعني اخرجنا من منطقة دولة القانون والجمهورية واحنا في حكم الاعتباط بالتمام والكمال احنا عشنا عشرية انتقال انتقال متعثر انتقال بمشاكل انتقال بمشاكل اقتصادية واجتماعية صحيح ولكن كان انتقال ديمقراطي كل الشعوب اللي عملت انتقال ديمقراطي عرفت هذا النوع من المشاكل فما شعوب صبرت وضخط مزيد من الديمقراطية في تجاربها ونشحت وفما شعوب ما متصبرش على نفسها ما تعطيش النفسها فرصة اعتقد ان وجوز كبير من الشعب التونسي يحب يعطي للديمقراطية فرصة يحب يعطي للتجربة فرصة يخفق ويصلح اخطاءه مش لما يخفق يجي شخص يستاهد على السلطة ويقول نوقف المسار ونمشيه في مسار اخر يفرضوا على الناس لا الاخفاق والتعثر دواه هوش الانقلاب دواه هو مزيد من الديمقراطية مزيد من الاصلاحات صلحش حاجة قي سعيد استجابش لأي رأى طلب من طلبات الشعب التونسي فمشي ميلف واحد سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا مالي ولا تمويني حلوا قي سعيد البطالة في السماء الجوع ضرب التوانسة غلال اسعار التضخم مالية عمومية فالسا هذا هو قي سعيد حلشي مشكل واحد حلشي ميلف واحد لا لا